ازيق حبيبي عاملين ايه والنهاردة مكملين مع بعض تسريبات مسلسل كريستال زي ما بقول دايما وبناووه في اول الفيديو ممكن رقم الحلقة يختلف لاني ممكن اسبق شوية لاني بحكي بزيادة تعالوا النهاردة نشوف الاحداث وتسريبات بتاعة المسلسل طبعا في الفيديو اللي فاتت قبل كده عن في لما خطفها اوس وانتحر بالحقنة بتاعة السكر وبعد كده انقذها جواد وودها عند الشرطة بس كان خايف جدا عليها لما شاف اهلها خارجين ورايحين هناك عندها لكن بتحاول اخته تهديه واتصلت بالفعل بنادى ونادى قالت انهم خلاص لأيو في وفي ما موجودة في المستشفى في اللي كانت موجودة في المستشفى وانقرت ان اوس يكون عملها حاجة قالت ما حصلش حاجة وان انا اللي رحت معها بمزاجي ومرضتش انها تورطه في مشاكل جواد كان بيتطمن على اوس بناء على طلب في بينما اهلها كانوا رايحين علشان يتطمنوا عليها في بتقوم وبتروح وبتطلب ان هي تتكلم مع اوس علي منامشي طول الليل ومتدايقة وبتقول لي رحاب ان جواد موجود طول الليل مع في في المستشفى وان هي بيت احسن الصحافة بدأت تتكلم بدأت تكلموا عن موضوع دكتور جواد وفي وانه سابع علي علشان خاطر البنت دي الخدامة ناس كتير بدأت تتصل بي عليا وكمان بلمية علشان يتأكدوا من صحة الاخبار علي قالت لهم ما تكتبوش حاجة انا هعرفكوا بالزبط اكتب ايه طبعا عليها بتدايقة جدا بتحاول تتصل بجواد جواد بيقولها مش وقت وبعدين كيت معاه في طلب تانية تشوف اوس رح يطلب قالت له انت عملت كده عشان خاطر تنهيني علشان لو مت افضل بزنبك طول العمر لكن بقولك ابت عن طريقي وخلاص وكفاء الحد هنا وبتخرج وهي طبعا بتدايقة جدا من تصرفات اوس لكنها مبلغتش عنه الاب طبعا بيكون خايفة على بنته بس الحمد لله تطمن عليها وبيقول الدكتور جواد كويس انك معايا اهم حاجة بنت تكون بخير انت يعني راجل محترم هي كمان بتحترمك يريد تنصحك اخ ليها وربنا ان شاء الله يعوضها بشخص تاني يكون مناسب ليها ولعلتها طبعا جواد حس قد ايه ان هو مش هيكون الشخص ده عليا قبل كده استلمت رسالة بعد صفر جواد لكنها مفتحتهاش لحد دلوقتي ومرعوبة ان هي تفتحها جواد راح يتكلم مع عليا بخصوص موضوع فيه وزاي انت دايما وراء البنت دي وبيتكلموا عنها وانت دروحت عن قصدها وكمان قعدت جماعة في المستشفى الصحفة بتتكلم انا مش مضطرة ابدا اني ابرى لحد انا مش بردها على اي تليفونات بتجيلي وطبعا اكيد مامتك كمان بيجي لها تليفونات قال لها انت حتى ما سألتيش على فيه ولو مرة واحدة قال لها قردت انا خلاص اتصلت بها مرة وانت قلت انها بخير خلاص يعني مش هروح اعود جنبها كيف هي حضرتك جنبها دايما والصحفة بتتكلم قال لها نتكلم بعدين وبيمشي هو متعصب منها بعد كده منلاقي ان باس الاول ما شاف هي في البيت كان محشود طبعا انها جات بالسلامة فرا على طول علشان خاطر يسلم عليها فهي كانت قاعدة اصلا مع بابها بيتكلموا في موضوع اوس وان هي ما اشتكتش عليه وقال لها زي تعملي كده ومفروض كنت اشتكيتي عليه لكن كانت مصرة ان هي ما تشتكيش وقالت ان هو كان عايز يتلنفسه لو تأخروا شوية كان زمنواية على فكرة قال لي لا خلاص يموت مناش دعوة لكن المفروض انك كنت تشتكي عليه ولا لسه بتحبيه قالت له لا مش حكاية حب بس يعني ما ينفعش ابهديله بقى وخلاص مش مشكلة يعني رد وقالها لا المفروض كنت تبهديليه اثناء كلامه منقشهم بيجي باسل اللي كان عايز يتكلم مع فيي ويتطمن عليها بس لقى معاملة وحشة من ابوها فقال لانا كنت تجيه عشان اتطمن عليكي انا بعتذر جدا انا عايز امشي قالت له خلاص اوصلك رد ابو فيي وقال لها خليكي قاعدة مكانك طالما جي الواحد ويبع يارف يرجع الواحده طبعا كان محرق جدا ومشي على طول حس قدقي ان الناس كلها بتعاملوا معاملة خاصة وحس ان هو انسان مش طبيعي عالية طبعا مش هتسكت على اللي بيحصل ده فكلمت الصحفي وقالت له ان هي خلاص كتبت يعني بعض التوضيح كتبت الكلام ده وبعدته له علشان ينشره مش بس كده الصورة اللي اخدها ليهم لما كانوا جايين من المطعم وجرد ماسك ايد دكتور جواد ياريتو انشرها النص التوضيح اللي كتبته عالية بيقول ان مفيش علاقة ابدا بالبنت اللي اسمها في اللي هي الخدامة ملاش علاقة ابدا بعلاقة يعني جواد بي عالية وان هي بس اسمها هتذكر كده في النص عشان خاطر الموضوع والحدث اللي حصلت لخاطبها مش اكتر وده طبعا كان يعني الكلام ده اللي كانت عايزة تبعته بالصحفة عشان تنفي موجود اي علاقة بين جواد وبين في اما بالنسبة الباسل فبيقول ان هو عايز يعيش حياته زي اي انسان طبيعي الناس كلها بتعاملوا كأنه انسان مش طبيعي وبتخاف منه لما راح على المركب في عيد الميلاد وكمان لما بيروح المطعم مع اخته وناس بتعاملها معاملة مش كويسة معاملة خاصة انه انسان مش طبيعي قالت له انت انسان طبيعي وما ايه اللي حصل لك كنت كويس وكنت مبسوط ايه اللي حصل وخدت بحضنها وقالت له محدش تستاهز عليك بعد كده بيرجع تاني ابو فاي زع معها بخصوص الموضوع وانتي اللي روحتي ولبستي الخاتم وانتي اللي كنت عايزة تتجاوزي قالت له انت يا بابا اللي غزبتني وجبته هنا وقالت له روح عشان انت خاطر تكتب كتابك علي وكلام من ده قالها انت كمان روحتي من ورايا علشان خاطر يعني انت تتجاوزي وبرضو لبستي الخاتم تاني طبعا ان كانت لبس الخاتم عشان مسألة ورد فورد لما لقيت الموضوع ده يعني بدأ ينفتح كانت خايفة طبعا فيت قول للأب على موضوع يعني بتاع ورد وتامر فقفلت على الموضوع واردت لهم خلاص الحص الحصر وكفاية كده ويلا بقى نعود كده يعني ناكل تاني من غير مشاكل ولا ده حاولت برضو انها تهدي الموقف فاردت لهم خلاص كفاية اهدوا شوية بعد كده بتلاقي ورد خبر منتشر عن ان علاقة فاي بدكتور جوادي مش موجودة خالص وان في علاوكة كمان بين دكتور جوادي وبين عالية انهما كانوا مع بعض في عشان رومانسي كمان في صورة هما مسكين ايه بعض طبعا عليا اللي عملت كده وطبعا ورد بتقول الخبر هي مبسوطة كده في اختها وبتقولها شفت الخبر على فكرة لقين جدا على بعض شوف يا وابا قال فعلا يعني ربنا يساعدهم هما فعلا لقين على بعض بعد كده بيتفاجئوا بوجود عالية عملة نفسان هي جاية علشان خاطر تتطمن على فاي وقرت لها على فكرة تقدر تيجي المكتب عندي علشان خاطر تشتغل قتلها فعلا قتلها ايه طبعا احنا عارتنا معروفة اسألي باباكي احنا عارتنا معروفة ببعض الامور من ضمنهم الوفاء بالعهد طالما انتي عملت المسابقة يبقى خلاص لازم تبدأي تشتغلي وطبعا احنا مش بننسى ابدا اللي بيحصل معانا ومن كافئ اللي عايز تكافئ وبنخلص للناس اللي بيحبونا وتقدرت تشتغل يعني عندي وبعد كده بركت لها ورد بتقول لها ان صورتك انتي ودكتور جواد في الجرائد مبروك طبعا مرتتش طبعا على الخبر ده وقالت لها حمشي وهي طبعا مبسوطة كده مبتسمة ان الخبر وصل لهم بينما بعد كده بنشوف ان لها مياه بتتكلم مع جواد بخصوص موضوع اللي انتشر عنه عن الخدامة وقالت له لي خدامة وكلام ده قال ايه اهم حاجة ساعدتي انتي طبعا المفروض يهمك ساعدتي مش اكتر من كده وانا فعلا سعيد وانا يعني بحبها فعلا وقال قدام عيدته ان هو بيحب في بالفعل علي طبعا زي انا جدا وبتفكر في موضوع الجايزة اللي خدت في منها وقالت لها شكرا ليكي وان انا استلمت جايزتي منك دي اهم حاجة عندي من الجايزة نفسها الكلام ده كان بيدور في دماغ علي اللي قررت انها تعمل حاجة وحتكون حاجة مفاجئة جدا دكتور جواد بيروح وبيقابل في بيتكلم معها بخصوص اللي حصل ده وبيقول ان كنت عايز تكلم في التليفون لكن يعني على موضوع عالية ما حصلش طبعا اللي مكتوب ده في الصحافة اي كلام انا قابلتها فعلا وروحنا علشان خطر ناكل في مطعم لكن كان معانا باسل على فكرة وانا كنت جايلك وهي اتصلت بيا وهي كان بتشكرني ان ما مسكت ايدي مش اكتر كان بتقولي ان هي متشكرة جدا واناها قد اقناعت باسل ان هو يخرج عشان كده قلت لي يا ريت تيجي معانا وانا جيت معها مش اكتر من كده الموضوع مفوش اي حاجة من مكتوبة في الصحافة مفوش اي حاجة بيني وبينها وانتي عارفة طبعا الكلام ده وطبعا فيه يعني بتصدقه وبتتكلم بعد كده ان هي مش بتروحها وطلط صحيفية كتير وانها اخر مرة راحت مكاني يعني معين ونفسها تروح مكان او بلد يعني قلت له على البلد دي وطبعا شكل جواد عايز يعملها مفاجأ او يوديها البلد دي كنوع من المفاجأ يعني علي يا بقى عايزة عشان فيه حاجة في الدماغ عايزة تنفسها بعد كده فاي بتروح تقابل باسل قال لا انت جيت يا قالت ايوه طبعا انت جيت لي انا مش حاجيلك اكت طبعا لازم اجي ازورك قال لي هو بابك زعل مني لما جيت قالت لا طبعا بس انت جيت في وقت يعني كنا بنتناقش فيه وكلام من ده فمعلش قال ايوه بس انا مش عايز حدي يعني يعني يزعالك ولا حدي يتخاني معاك قالت لا مش لازم يتخاني معايا ولا يزعالي على فكرة عايز الناس بتتكلم وبتتناقش مع بعض علشان يوصلوا لحل مش اكتر من كده يعني لكن مش موضوع انت زعلني او لا واحنا كلنا متكلم في الموضوع ده قال انا كنت عايز اقولك على حاجة ايطلو فعلا بجان طب قولي بقالك كتير ما اوتي ليش حاجة قال لها انا خرجت مع اختي عشان ناكل في مطعم ايطلو فعلا طب دي حاجة كويسة مين بقالي كان معاكو قال دكتور جواد هو اللي كان معانا بينما في نايمة بتحلم باللي حصل من اوس بتقوم طبعا على كابوس بتفضل تصرخ ما تديش الحقن لنفسك لكنه بالفعل ادى نفس الحقنة وانتحر في الحال قامت طبعا وهي كانت بتحلم بالكابوس ولقيت نفسها بتبعت رسالة لدكتور جواد قالت انها كانت يعني بتحلم بكابوس وقامت مفزوعة جدا قال لها خلاص اهدي انا جالك دلوقتي انا قريب من البيت طبعا قلت مش هينفعلك هنجي هي كمان قبلته بهدوم النوم وقال لها شكلك لطيف جدا قاعدوا تكلموا مع بعض شوية في الشارع كده وقربوا من بعض وكان مبسوط جدا هو شايفها وسعيد كمان ونفس ان هو يكون معها على طول بينما عليها كانت موجودة في البلكونة وشافت فيه وهي جاية ومبسوطة وبتعمل باي لحد فطبعا استغربت وقارت تكلم دكتور جواد اكيد يكونوا مع بعض كلمة دكتور جواد انت فين انت قريب من هنا قال ايوة انا قريب فعلا من هنا كنت عند البمن شوية طبعا بتتأكد انهم كانوا مع بعض وبتكون مش طيقة وبتفضل تبكي وقالت ان هي لازم تقرى الرسالة بقى الرسالة دي اللي كان بعضها لها دكتور جواد بقى لها كتير جدا مترددة انها تقراها لما فتحت الرسالة قارت اللي فيها بيقولها ان هو المرة دي مش حيبا عنها علشان خاطر حد لكن عشان خاطر على وطفه قال لها انا بعشة فاي وان حتى لو هي اتجوزت طبعا هو كان مسافر ايام ما كانت بتتجوز والرسالة دي من زمان فبيقولها حتى لو جوزت برضو انا حفظها لفكر فيها وانا فعلا بعدت عشان خاطر يعني هي اتجوزت خلاص فانهارت طبعا وفضلت تبكي وفضلت تعيط يومها بعد كده منشوف ورد بتتكلم مع اختها وبتقولها مانك كده متغيرها اول ما شفتي الخبر بتاع يعني اللي نزل لعليا ودكتور جواد قالت لا لا مفيش حاجة عادي قالت لها لا ازاي بقى عادي شوف الخبر اللي انتشر ده وجايبين سرتك على فكرة قالت لا انا مش عايزة بابا يعرف اي حاجة على فكرة خلي بابا يعرف قالت لا والله دلوقتي المفروض ان اسكت يعني واداري عليك زي ما كنت بتعبيني معايا ولا ايتلا بابا ما يعرفش حاجة عشان لو تعب انت حتكوني السبب الاب بجي وبعد كده شاف الجريدة كان عايزي اقراها بس هي قالت له ان دي قديمة وما رضيتش ابدا ان هي توريله يعني اللي مكتوب في الجريدة بينما بعد كده منشوف عليها بتزعق في جواد بسبب اللي حصل وطبعا لانها نزلت التجذيب ونزلت الصورة وكان لازم ترد فبيقولها لي عملت كده قالت ان هي دفعت عن كرامتها مش اكتر من كده والناس كلها كانوا بيتكلموا وكان لازم ان هي ترد قال ايوه بس انت بتقولي ان فاي كانت مع خطيبها وكلام من ده هو خطفة قالت ملناش دعوة هي مبلغتش وما قالتش ان هي مخطوفة يعني كانوا كويسين مع بعض ممكن يكونوا كانوا سوا انا معرفش الحاجات دي ابدا والناس كلها بتتكلم ان هما مرتبطين مع بعض قال لها اي رباط اللي بينهم ده معتوه وكان عايز ان هو يقتلها ويعني خطفها قالت ملناش دعوة ومن نفس الثقافة ومن نفس البيئة ممكن يكونوا اصرا اتجوزوا انت اللي دخلت بينهم لو ما كنتش طبيب مشهور ولو ما كانش معاك فلوس هالفعلا كانت فاي ممكن تسيب خطبها علشان خاطر تستمر في علاقتها معاك ولا لا وسألتها طبعا مواجهة بينهم كانت حدة جدا وقالت له انت المسؤول عن كل اللي بيحصل ده وانا دلوقتي مضطرة ان اروح على الشغل وسببته ومشت ويا من دايقة جدا منه ومن تصرفاته بينما بتروح يبع لجند الطامن وانا كانت قلقانة عليك جدا وانا غلطت فيه كتير وانا عملت كده لكنها بتعتزر قال لها ما تعتزريش انا عملتك برضو معاملة وحشة وقالت له انا جاية عشان خاطر اتطامن عليك قال لها ما تجيش هنا عشان ممكن الناس يشوفونا فقالت له خلص نتقابل بره الوضع بيخلص وكفاءة لحد كده وان شاء الله نكمل في فيديو تاني وحب برده او ممكن رقم الحلقة يختلف شوية واشوفوك على خير والامرات شوفو قناة اشتركو في افعال وزر القرص علشان يوصلكو كل جديد باي باي